اكيد لو كلمنا عن المان سيتي بيمر برضو بيمكن مباريات بتوصل لخمسين وستين مباراة في الموسم الواحد نتيجة توالي او اشتراكه في المسابقات كتيرة جدا فده طبيعي وده يعني قدر النادي الاهلي ناخد بس منه نطلع شوية ان على مقارنة حتى بالفرعة الاوروبية بيكون عندها متنفس شوية امتى يكون عندنا اجندة مكسفة لكن يكون عندنا كمان فترات راحة تلاحم المواسم دي يا استاذ محمد من السنة اللي فاتت خلاص دخلنا في سنة جديدة في ممكن جدا السيزن الجاي ما يكونش في فترات اعداد ويكون في تلاحم امتى يكون عندنا اجندة يمكن لطاولة الاجل ويبقى فيه متنفس حتى للجهاز الفني للعيبة للإدارة انها ترتب اوراقها لان الموضوع هيبضل ماشي كده لالامور مش هتبقى ما نكلمش عن النادي الاهلي بنكلم على جميع المساويات احنا كابتب بشكل عام يعني ما عندناش نظام سابت في المسابقات بتاعتنا يعني احنا دايما القادم لنا بيبقى مجهول احنا ماشيين يعني ايه خمس اسابيع خمس اسابيع خمس اسابيع اللي نزلنا ده سبع اسابيع كان ده مش موجود في الدنيا كلها يعني المفروض انت بتشتغل لكن احنا في الظروف العادية بيبقى عندنا نوع من الارتباك في الجد والنوع من الارتباك في المسابقة يابلك هذا الموسم يعني نستثن الموسم ده والموسم اللي فات والموسم ده لان احنا مرينا بظروف كورونا فدي اثرت فعملت نوع من تلحم المواسم لكن هل معنى كده تلحم المواسم ده من ايام ما كنت بالعب وكان عندنا يعني عدم انتظام في المسابقة المطلوب ان يكون عندنا لجنة مسابقات بروفيشنال يعني تحط جدول الدوري بشكل كامل قبل من الموسم ما يبدأ اني بعارفين هيبدأ امتى وينتهى امتى وعندهم الخارطة كلها موجود يعني السناني كان معروف ان النادلي هيلعب في كاس العالم الاندية في حال التهول ومعروف ان هيلعب في دورة الابطال والزمالك في دورة الابطال وكذلك برمج في كونفيدراليه وكان معهم المقاولين ولا الحاجات ده كلها معلومة ومعروف كمان الارتباطات اللي وراء المنتخب الوطن والمنتخبات اللي انتخب الشميع ومعروف عندك الدورة الابطال كل حاجة معروفة عندك فليه ما يبقاش عندك نظام للمسابقات الدنيا تبقى واضحة محددة اعتقد ان لو عندنا استقرار في المؤسسة اللي بتدير الكرة في مصر اللي هي اتحاد الكرة اعتقد ان دي تقدر تعمل نظام واضح ومحدد الحقيقة كانت اني انا لما مسك المهندس انا بريده كنت متفائل ان ده يحصل عندنا في مصر بشكل كبير جدا في السنوات الاربع اللي عدت يعني على اعتبار انه هو يعني الراجل ليه خبرات قرية وخبرات دولية كتير جدا ويستطيع بخبراته ان يعمل نوع من الضبط والربط في المسابقة المحلية لان لن تحقق اي نجاح على المستوى الدولي ما لم تكن عندك مسابقة محلية منتظمة ما لم تكن عندك مسابقة محلية قوية يعني مش يكون عندك فرق في دور الابطال والاكنفدرالية قوية ما لم يكن عندك دور ممتاز مصر قوي مش يكون عندك منتخبات قوية بداية من منتخبات الناشئين والشباب والمنتخب الاول والمنتخب الرمبي ما لم يكن عندك دوريات قوية اللي عابب تلعب بانتظام والدنيا واضح والدنيا محددة والمدربين عارفين رأسهم بالرجليهم وبنسبة المدربين كمان يعني يمكن الكابتن حسام البدري ويمكن كابتن محمد بركات تلع وقال لغاية دلوقتي لكابتن حسام البادري ما أعلنش أو ما استقرش على القايمة النهائية اللي طبعا ليه معسكر حضرتك عارف في مارس الجاية عندنا كينيا وعندنا جزر الأمر فده ربط ما بين الكلام لأن انت لو عندك هذه المسابقات بالشكل انت شايفين طبعا الجهاز الفني بيتابع المباريات بالشكل متواصل من الملعب لكن كمان استقرار المسابقة واستقرار الأندية واستقرار المباريات وده بيساعد أكيد الجهاز الفني للمنتخب انه كمان يحدد بشكل كويس بيتابع بشكل منتظم فيحدد قايمته قبلها بوقت معين عشان ياخد فترة كمان يعني يستعدي فيها بشكل كويس لعندنا بطولة أفريقنا استعداداتنا لها وكمان لسه فيه تصويرات كاس عالم ده صحيح ده يعني عامل نوع من الدغوطات على كابتن حسام البادر انه هو مش عارف مش عارف يشتغل بشكل واضح وشكل محدد يعني تواريخ يعني التواريخ مش محددة يعني شاف سبع جولات تتحددت يبدأ يفكر طب انا الفراغ بتاع اللي انا هشتغل فيه فيه بالزبط كذلك المدربين فالصورة تبقى غير واضحة يعني فالراجل يعني كان اللوف اهون وكمان يعني مش قادر برضو يطلع لعابة جديدة لان اللعابة الدنيا مش منتظمة بشكل كبير مع ان الدور السنة دي الحقيقة دور قوي دور قوي بشكل عام لكن انت علشان هي هي كلها منظومة في بعضية يعني اذا انضبطت المنظومة في مجموعة التروس كلها هتلاقى بتلف مع بعضها في الاتجاهات اللي اتحاقل المصلحة العامة للاندية بشكل خاص وللكرة المصرية بشكل عام وانا بتتفق معاك تماما لان كمان تفتكر ان كابتن حسام البدري نتيجة عدم انتظام جدول المسابقة استغنى عن معسكر اكتوبر تفتكر قالك هاستغنى عن معسكر اكتوبر علشان اللعيبة تلعب مباريات وابدأ اشوف اللعيبة لكن انتظام المسابقة اعتقد من اولويات يعني ومن الطبيعي بنتكلم في حاجة لوجيك احنا في عشرين واحد وعشرين ودور مصري يعني البدج بتاعه بيوصل لمليار ومليار وشوية ان انتظام المسابقة ده شيء لوجيك لازم يكون موجود يعني بشكل بشكل جديد يعني حتى حتى كابتن حسام ما ديرش في في اليوم بتاع الفيفا اللي بتلعب العالم كله في مباريات ما نفش تلعب مباريات جزاك وده المفروض ما يبقاش موجود انت المفروض بتلعب مع الكرة العالمية وبتصير مع المنظومة العالمية فما ينفعش اللي بيحصل دوان فاحنا بنناشد الاتحاد الكرة ونتمنى ان المناشد توصل ان يكون في انتظام هناك وكون في ثبات والواحد انا بتتفاعل يعني دايما نكون عندنا امن وتفاعلين اه لازم نتفاعل يعني مش هنتشائم يعني دايما بنتفاعل نحن نوصل للافضل ودايما الناس عن نحن نوصل للافضل لان احنا يعني احنا مش اقل من الدول الكبرى والاظمة اللي فيها دوريات على اقل نبقى منتظمين مش هولك نبقى في مستواهم كرويا دلوقتي لكن على اقل يبقى مستويتنا منتظم الانتظام ده كمان حيزودك فنيا كمان بالضبط هنا علشان يكون عندي كرة كويسة لازم يكون عندي دور كويس دور منتظم دور وضع دور محدد عشان المدربين تعف تشتغل اللعبة تبقى كويسة مش لعبة تبقى في فترات راحة وبعد كده في ضغط كتير كده في اللعب فالدينة تبقاش مصبوطة مع الناس فيبقى في نوع من الارتباك عند اللعبة وعند المدربين وعند مدربين المنتخبات برضو اللي هو مدرب المنتخب اللي نفسه يختار لعبك دي ده بس مش قادر يستقر على المشتوى اللعب لان ده مش هيخليلك مش هيبيلك مشتويات سبتة للعبية ففيه لعب ضغط البرد ده ممكن ما يبينش ممكن لعب يصابه هو لعب كوات متعافش يتاخده ففيه حاجات كتير جدا مرتبطة بالمنظومة وانتظامها اتمنى لو وصلنا للمرحلة دي ان شاء الله بإذن الله